موسيقى هذا البرنامج برعاية QNB السادة المشاهدون الأكارم أصعد الله أوقاتكم بكل خير إلى حلقة جديدة من عين على قطر صندوق النقد الدولية توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الثابتة في العام 2016 في القطاع غير النفطي بنسبة 9.5% وفي القطاع النفطي فقط 1% العام المقبل وشركة إزدان وعلى لسان رئيسها التنفيذي تكشف عن إطلاق مشروع مدينة إزدان باستثمارات تنهز الأربعة مليارات ريال قطري العام المقبل استثمارات المرحلة الأولى بمليار ونصف المليار ريال قطري مطار حمد الدولية استقبل في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ثمانية مليون وأربعمائة ألف مسافر وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية تحتفل بمرور عشر سنوات على انطلاق أعمالها في قطر توقع صندوق النقد الدولي نمو النتج المحلي الإجمالي الحقيقي في القطاع غير النفطي في قطر بنسبة تسعة ونصف في المئة بينما توقع نمو النتج المحلي الإجمالي في قطاع الهيدروكربون بنسبة واحد في المئة خلال العام المقبل 2016 احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا والثامنة والعشرين عالميا في مؤشر توزن الطاقة العالمي لعام 2015 الصادر عن مجلس الطاقة العالمية ويعتمد التصنيف على مدى الموازنة بين استدامة الطاقة وتوفير الإمدادات والاستدامة البيئية أعلن بنك قطر الدولي عن إغلاق صفقة إصدار سندات مدتها خمس سنوات بقيمة خمسمائة مليون دولار ضمن إطار برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة ملياري دولار تخطط شركة قطر للوقود لاستثمار نحو ثلاثمائة وثلاثين مليون ريال لإنشاء محطات للوقود ومراكز للفحص الفني خلال العام 2016 كشف علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن المجموعة تدرس بناء مشروع سكني ضخم يضم عشر آلاف وحدة سكنية وسيطلق عليه اسم مدينة إزدان مشيرا إلى أن المجموعة رصدت مبلغ مليار ونصف المليار ريال لإطلاق هذا المشروع في العام 2016 تتهافت وتتراكض باتجاه الدوحة خلال هذه الفترة الكثير من شركات الاستثمار والشركات العقارية والمكاتب الاستشارية لعرض ما لديها من خدمات عقارية ومشاريع في أماكن شتى في العالم في الأون الأخيرة بدأت تكثر الشركات القادمة من تركيا من البوستا من الهرسك من أتشيك هذه المناطق التي تعتبر مغرية في الاستثمار العقاري بالنظر إلى أن الأسعار هي في متناول يد الأفراد القطرين وليس فقط بالنسبة للمستثمرين معرض خاص معرض الوكالات العقارية بها ريفيو خمسة جمع حوله الكثير من الشركات المحلية والعالمية التي عرضت فرصها الاستثمارية العقارية هنا في الدوحة وكان لنا التقرير التالي أضحت قطر محجا ومستهدفا لكثير من شركات الاستثمار والتسويق العقارية الباحثة عن عملاء يتمتعون بقوة شرائية كبيرة للترويج والتسويق لمنتجات عقارية تتوزع فوق خارطة شاسعة تبدأ من ماليزيا وتايلان شرقا مرورا بتركيا واليونان والشيك والبوسنة والمغرب وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتكرس حضورا في معرض إبهار فيو في دورته الخامسة السوق القطري هو أحد الفئات المستهدفة لدينا أحد الأسواق التي نستهدفها في المشاريع عندنا وهو سوق قوي جدا حيث أن شاركنا في هذا المعرض ونحن في يومنا الأول والإقبال جيد هذا يدل أن السوق القطري هو السوق الصحيح لتسويق مشاريعنا شركات ووكلاء ووسطة عرضوا لطيف واسع من خيارات التملك العقاري المباشر المصحوبة بتسهيلات تمويلية وفترة سماح للسداد لمشاريع تزيد قيمتها الإجمالية عن 150 مليون ريال بينما تزيد قيمة المعروض العقاري الأجنبي في السوق القطري خارج أسوار المعرض عن 5 مليارات دولار أمريكية جميع الأخوان في الخليج يسعون على استثمار خارج منطقة الخليج والتركيا هي أحد النقاط الأساسية لهذا الجاذب الاستثماري إن شاء الله معظم الدول الخليجية أو كلها بشكل عمومي هي سوء هام لنا في العقار وتمثلوا التركيا والبوسنة وجهة استثمارية جديدة أمام الأفراد القطريين بالنظر إلى الموقع والقرب الجغرافي والأسعار التي تعتبر في متناول اليد وتمثل للبعض فرصا مغرية للتملك في حين تحتل المغرب ولندن المرتبة الثانية على قائمة أولويات الشراء ثم دبي التي تمثل عائدا استثماريا هو الأعلى بين تلك الدول والتي تصل إلى 8% ثم تركيا بنحو 6% شركة الميرا للمواد الاستهلاكية تعتبر من أقدم الشركات العاملة في مجال بيع التزيئة طبعا قبل أن تسمى الميرا كانت هي عبارة عن جمعيات تعاونية تحولت إلى شكل مساهم عام هي مدرجة في بورصة قطر لديها 46 فرع في الدولة لديها استثمارات في العام المقبل بنحو افتتاح 14 فرعا تحتفل بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق نشاطها في السوق القطري وكلها أمل بأن تكون المرحلة المقبلة حافلة بمزيد من الإنجازات خاصة أيضا في ظل التحدي المتعلق بالانخفاض القدرة الشرائية ربما سوف تبحث الشركة عن خيارات استثمارية تزيد أو ترفع من حجم إراداتها سواء التشغيري أو حتى الاستثمارية كان لنا لقاء مع نائب الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد القحطاني وتحدث تفصيلا عن هذه المناسبة وما هي الخطط التي تعمل عليها الشركة لتطوير إراداتها وأرباحها وأرضاء مستهلكيها وكذلك أيضا المساهمين الميرة طبعا حلما نشرح عن خلال 10 سنوات من 2005 الحمد لله إلى اليوم 2015 الميرة طبعا كان عندها في 2005 26 فرع وفضل الله اليوم وصلنا إلى 27 فرع 42 فرع داخليا وخمس أفرع في سلطنة عمان الحمد لله هرفين يومانا اللي هو المبيعات من 2005 كانت 507 مليون اليوم وصلنا مليارين ومية وفي نفس الوقت عندنا الأرباح يعني الأرباح من 26 مليون في 2005 اليوم هذه طبعا كلها شرحناها في 2015 في 2014 وصلنا إلى 226 معناته عشر أضعاف يعني لو بنتكلم بالنسبة ألف المية يمكن ما يستوعبها العقل ولكن الحمد لله التطور لن نتقاس في تطوير الميرة لن نتقاس أنه يكون في كل منطقة في قطر الميرة اليوم فتتحت العام فتتحت 9 فرع وفرع العاشر في القلف مول اللي هو مول الخليج عندنا 14 فرع إن شاء الله بيكون في 2016 وإن شاء الله تشوفون ميرة في كل مكان يعني بإذن لوحد لحد ما لحسألك عن عشر سنين مقبلة حسألك عن 2016 ما الذي يحمل من استحقاقات للميرة 2016 طبعا عندنا الحمد لله اللي هو 14 في الخطة الاستراتيجية مرتنا ولكن الافتتاحات يما بتكون آخر 2016 أو بداية 2017 حسب الاتهام من الترخيص اللي هو الدفاع مدني وكهرامة وكذا هذا اللي راح يشوفون إن شاء الله اللي يرضي المساهمين والمقيمين بإذن لوحد لحد عملين نهولد على التوسعات الخارجية بالعام المقبل؟ أي والله لأنك تدري يعني في عدم استغرار في بعض والحمد لله الحين بدأت تستغر فضل الله تعالى ولكن إذا حصلنا الفرص المناسبة الميرة لن تتأخر بإذن الله عشر سنوات الماضي الماركة تساعدكم القوة الشرائية الآن الأمور اختلفت كيف لح تتعاطم مع هذا التحدي؟ الحمد لله اللي خلانا نتقل في 2008 احنا بدين 2005 2008 صار الكرايسيس طبعا الحمد لله ما أثرت على دولة قطر بالأخص الحمد لله هذا الكرايسيس العالمي والحمد لله اقتصادنا غوي بفضل الله واستمرت الميرة في تحقيق غربة حتى في 2008 في عز الكرايسيس والحمد لله حنا مشينا اليومنا هذا الحمد لله ما فيه والعشر سنوات الجاية راح تضل الميرة إن شاء الله في نمو بإذن لوحد لحد الميرة هي نتاج تحول الجمعيات الاستهلاكية في قطر إلى شركة مساهمة عامة في العام 2004 برأس مال قيمته 100 مليون ريال قطري تخضع لقانون الشركة القطرية قبل أن تجد أسهم الشركة طريقها للإدراج في برسة قطر في العام 2009 وتليها في العام 2012 زيادة رأس المال بنسبة 100% إلى 200 مليون ريال عن طريق إصدار عشرة ملايين سهم بسعر 95 ريال للسهم الواحد شاملا على وتل إصدار تشمل أنشطة الشركة والشركات التابعة لها على التجارة بالجملة والتجزئة في مختلف المواد الاستهلاكية وتملك إدارة محلات بيع التجزئة والتجارة والمواد الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية وتعتمد على قواعد الشريعة الإسلامية أساسا لعملها ونشاطها تمتلك الحكومة القطرية ما نسبته 26% من رأس المال وتقدم للشركة التسهيلات والأراضي لزيادة توسعها في السوق المحلي من خلال افتتاح العديد من منافذ ومجمعات البيع وتمتلك حصصا في شركات زميلة منها أرامكس للخدمات اللوجستية وحصص معتبرة في شركات تابعة تنشط في مجال بيع التجزئة في كل من عمان وسويسرا ارتفعت أرباح الشركة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 137 مليون ريال وبلغ العائد على السهم ما يقارب سبع ريالات في الوقت الذي قفزت فيه المبيعات إلى أكثر من مليار وثمانمائة مليون ريال وكذا الموجودة إلى نحو ملياري ريال وحقوق المساهمين إلى مليار وثلاثمائة مليون ريال في حين ارتفعت مديونية الشركة إلى أكثر من 6 مليون ريال نتيجة التوسعات التي قامت بها الشركة داخليا وخارجيا معرض عالم الطاقة قطر 2015 معرض فريد من نوعه بالتعاون ما بين الهيئة العامة للسياحة وقطر للبترول هذا المعرض يعرض لبعض المبتكرات أو الأسليب والطرق التعليمية التي يتم الاستفادة منها في توليد الطاقة هذا المعرض موجه بشكل مباشر للأطفال والناشئة كان حضور كبير من طرف أولياء الأمور وكذلك أيضا من الشركات الداعمة والراعية وكذلك أيضا المدارس والهيئات والمعاهد للمشاركة في أعمال هذا المعرض طبعا لن أطيل عليكم فتفاصيل هذا المعرض وما حمله من بعض الأفكار الجديدة والخلاقة في سياق التقرير التالي عالم الطاقة قطر 2015 مغامرة عائلية علمية ملئة بالمرح تحاكي عقل الطفل وتأخذه في رحلة بين أفاق العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات في جو مفعم بالمرح والتفاعل من الأنشطة التفاعلية والعروض العلمية التي تثير فضول الحضور على الاستكشاف والتجربة والتعلم وتشجيعهم للانضمام إلى جيل الطاقة الهدف الأساسي لعالم الطاقة هو تحبيب الأطفال والطلاب بمجالات العلم والرياضيات والهندسة لحتى ينشجعهم على دراستهم بالمستقبل التاني شيء نحن نحاول أن نساعد لأنهم يكتشفوا مواهبهم من شان يارفوا هن بيحبوا يطلعوا مصممين أو مهندسين أو رائد أو مخترع لما نكون عندنا طاقتنا لازم كلنا نجي أقصى حاجة حدنا نفسنا سرعين ونكون هيك حدكون هيك نطلع مخترعين تعرفت على مثلا طاقات جديدة ولعبنا بالسولر كيف الطاقة يعني فيه أكثر من طاقة الشمسية وبفكر أنه أصير هيك أنجينيريا سلان أو ساينتست ويعد عالم الطاقة تجربة تفاعلية تحكي قصة الابتكار والطاقة عبر رحلة استكشاف يخوضها الطفل بنفسه من خلال مجموعة من الألعاب والتساؤلات يعرف خلالها أهمية الطاقة في حياتنا والتعرف على مزاياها وفوائدها كما تبرز تحديات الطاقة مع محاولة تقديم حلول مبتكرة لها والتعريف بالطاقة البديلة وكيفية المحافظة على البيئة فكرة جديدة وحلوة يخلي الأطفال يتعرفوا على الطاقة وأنواع الطاقة وكيف ممكن يستخرجوا الطاقة وشو بالنسبة للمستقبل لأن الطاقة عم تنضب والناس عم تكتر فكيف في وسائل طاقة جديدة أفكار جديدة وكيف تتطبق يعني حلوة التطبيقات برضو اللي عملوها أنا في المستقبل أبي أصير مهندس في الكرة رحت سريع وفي 6 أربع مرات بعد أن رحت سريع يعطيني طاقة جسمي كل الأشياء هنا في حماس وفيها اليقة بدنية ويتحس عن الطاقة أشياء يعني ما شاء الله وديزاين عالي وينتهي المرح واللعب بمغامرة جديدة ومبتكرة استنهضت عقل الطفل التجريبي من خلال اكتشاف الأشياء وتنمية مهارات الطفل كمخترع أو مصمم أو مهندس أو رائد أو مبادر عبر تجربة نالت إعجاب الأولياء وأطفالهم أعزائي المشاهدين ما زلنا معكم في هذه المتابعة لفقرات حلقة عين على قطر لا تبتعد كثيراً ابقوا معنا هذا البرنامج برعاية كيو ان بي هذا البرنامج برعاية كيو ان بي كما جاء في السياق الإخباري مطلع هذه الحلقة أعزائي المشاهدين الرئيس التنفيذي لشركة إزدان يكشف عن إطلاق مدينة إزدان باستثمارات تنهز الأربعة مليارات ريال قطري هذا جاء في خلال حديثي لسين بي سين عربي ضمن كلام مسؤول طبعاً شركة إزدان تعتبر هي تيرموميتر القطاع العقاري في دولة قطر رأسمها العملاق 26 مليار و500 مليار ريال قطري سجلت معدلات نمو كبيرة فاقت التوقعات بأكثر من 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام لديها توسعات كبيرة في المرحلة المقبلة آخر ما صدر عن الشركة بأنها قامت بالحصول على قرض أو تمويل مجمع بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من خلال بنك المشرق الإسلامي إزدان أقدم الشركات العاملة في فضاء التطوير العقاري في قطر قبل أن تتحول إلى شركة قابضة في العام 2012 تنشط في مجال استثمار أموال الشركات التابعة وغيرها في الأسهم والسكوك والأوراق المالية والعقارة والمشاركة وتملك براءات الإختراع والأعمال التجارية والإمتيازات والإعلام تأسست مجموعة إزدان في العام 1960 من القرن الماضي على يد الشيخ ثاني بن عبدالله الثاني الذي عامل على تحويل الشركة من عائلية إلى مساهمة عامة في العام 2008 بالتوازي مع زيادة رأس المال بصورة مثيرة نتيجة للدمج وإعادة التقييم مع الشركة الدولية للإسكان لتتربع بذلك إزدان على رأس قائمة الشركات القطرية من حيث رأس المال بـ 26 مليار ونصف المليار ريال وقيمة سوقية تقارب اليوم 46 مليار ريال ارتقت موجودات الشركة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 46 مليار ريال قطرية وكذا المطلوبات والمديونية إلى 15 مليار و600 مليون ريال في حين قفزت الإرادات التشغيلية إلى نحو مليار و350 مليون ريال وكذلك حقوق المساهمين إلى أكثر من 30 مليار والأرباح إلى مليار و 220 مليون ريال ما دفع العائد على السهم للارتقاء إلى 46 درهمة تتوزع استثمارات الشركة في قطر عبر سلسلة من القرى السكنية إضافة إلى سلسلة أبراج سكنية وفندقية ومجمعات تجارية الأمر الذي رفع قيمة الاستثمارات العقارية إلى 34 مليار ريال فضلا عن استثمارات مالية في عدد من الشركات المدرجة ومن بينها الاستحواذ على ما نسبته 20% في كل من شركات المستثمرين القطريين وودام الغذائية والإسلامية القابضة اعتبارا من هذا الشهر بدأت الشركات القطرية بتحويل رواتب العاملين لديها إلى المؤسسات المالية عملا بتعليمات وزارة العمل ضمن برنامج حماية جور العاملين في الدولة طبعا بهذا الإجراء كان له انعكاسات إيجابية على سوق العمل وبالتالي أيضا ضمان لحماية جور العاملين طبعا في هذا الإطار كان لبعض الشركات العاملة في مجال تنظيم الدفعات مساهمة مع القطاع المصرفي ومصرف قطر المركزي ومنها شركة كيو بي والتي أصطف رئيسها التنفيذي اليوم السيد نبيل بن عيسى مرحبا بك ساد عيسى طبعا هذه المنصة التي تم تقديمها لأن تكون الوصيص ما بين الشركات والقطاع المصرفي حدثني عن هذه المنظومة التي توفر وتؤمن عملية نقل الأموال بطريق أمينة وبشكل سهل شركاتنا اسمها شركة كيو بي قطر بيمنتس هي شركة دفعات إلكترونية لما تدفع إلكتروني فيه نوعين من الدفع لأنه فيها الدفع بالكاش لكن لما تدفع إلكتروني فيه نوعين فيه عملية قبول المال إلكتروني عن طريق المشين البي واس point of sale أو تقبل المال عن طريق الإنترنت e-commerce التجارة الإلكترونية أو أنك تخرج الدفعات الإلكترونية ككروت في مثلا كروت ذا فيزا كروت ماستر كارد أو أنك تخرج مال إلكتروني عن طريق البنك السيستم المنصة البنكية شركة كيو بي نشتغلوا عن products منتجات إلكترونية التي تحاول المال الإلكتروني ما بين الشركات الصغرى والعمال فعندنا products زي الكروت للعمال وإلا products زي electronic commerce التجارة الإلكترونية للشركات الصغرى والشركات المتوسطة طبعا كما أسلفت الحكومة القطرية اتخذت قرارها في هذا الموضوع أنتم كشركة تقدموا هذه الخدمة ماذا عنها؟ ماذا عن أليات؟ تقييم هذه التجربة؟ استجابة المؤسسات المالية للخدمات التي توفرونها؟ علاقةكم ما بين البنك المركزي وكذلك أيضا وزارة العمل لما فتحنا الشركة متاعنا في عام 2012 كان البرنامج متاعنا أنه سندخل دفوع العمال عن طريق الكروت لكن والحمد لله في يوم 3 نوفمبر 2015 أصبح دفع العامل الإلكترونيا أصبح قانون قطري لذلك الشغل التطور كثير وأصبحنا الآن فوق 600 شركة لمدة ثلاثة أسابيع إن شاء الله في مدة شهر أو شهرين سيكون لدينا أكثر من ألف ألف شركة ونشتغل مع أربع بنوك الآن القطرية التي تستعمل المنصة البلاتفورم لدفع العمال وعن طريق الWPS Wage Protection System وهو القانون الجديد اسمه WPS Wage Protection System وهو قانون نظام دفع أجور العمال منظومة العمل التي قدمتموها للبنوك هي بشكل أو بآخر مرتبطة بوزارة العمل التي تكون على بينا للشركات التي قامت بتحويل الرواتب أو الأجور أو ما تم اقتطاع منها أو إذا فيها أي عمليات تحايل أليس كذلك؟ طبعاً طبعاً أنه السيستم السيستم هذا يشتغل مع السنتر بانك ويشتغل مع وزارة العمل ويعاون الشركة حتى تعرف أنه الملتزمات التي لها قبل أنه يكون عندهم مقابلة مع الوزارة العمل أو من عند البنك المركزي لذلك السيستم لما صنعناها صنعناها في الشركات الصغيرة لأن الشركات ممكن الشركات الكبيرة يكون عندهم الـ 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 الإنسان اللي عنده الخبرة أن يعرف هذا لكن الشركات الصغيرة ما يعرفوش التدقيق هذا لذلك السيستم يعطيهم أليرت عن طريق الـ السماس عن تليفون تقول له مثلاً العامل هذا لازم الفيزا تجددها مثلاً أو العامل هذا لما تدفعوا تدفعوا كذا لذلك فيها كثير من التكنولوجيا في السيستم اللي تعاون الشركات الصغيرة أنتم كشركة في قطر منذ نحو ثلاث إلى أربع سنوات حجموا استثمارات الشركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وبناء التطبيقات وكذلك أيضاً ما هو مستهدف في المرحلة المقبلة نحن أول شركة في قطر التي تقوم بالشغل هذا لأنه لما أنت تشتغل مع البنوك وتطلب منهم أوتسورسنج أنتم تقول أوكي السيستم هذا أوتسورس عطيه لنحن ونحن نكون لدينا الإنتاجات هذه للشركات متاعك هذا ليس سهل لأنه فيه مشاكل للسيكوريتي فيه الأمن فيه الأنتي هاكر فيه أنك تتبع التطبيقات مع البنك المركزي لذلك الاستثمار ملايين الدولارات لكن كبرنامج على مدة طويلة إن شاء الله يعطينا ريتورن انفستمت للمستثمرين نمتعنا السيد نبيل بن عيسى رئيس التنفيذي والمؤسس لشركة كيو باي في قطر أشكرك سيدي شكرا جزيلا كنت معنا في سي ام بيسي عربي أعزائي المشاهدين وبهذا اللقاء تكون حلقة قد وصلت إلى آخر محطاتها في الأسبوع المقبل ننتقي إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية كيو ان بي ترجمة نانسي قنقر